دين السعادة والمحبة والجمال دين السماحة والإجابة والسؤال دين التمسم والحوار بلا جدال فيه الطاوى الصوت في الأمور والاعتدال ديننا ديننا لا درر المرء بعد الموت يسكنها إلى التي كان قبل الموت يبنيها فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها أين الملوك التي كانت مسلطنة وقد سقاها بكأس الموت ساقيها كم من مدائن في الدنيا وقد بنيت أمست خرابا وأفنى الموت أهليها فأعمل لدار غدا رضوان خازنها والجار أحمد والرحمن ناشيها قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها الحمد لله مقسم الأرزاق والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي بعث ليتمم مكارم الأخلاق أما بعد فيا أيها المشاهدون الكرام طيب الله أوقاتكم وكلأكم بنعيمه وأهدى بالكم وأهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء إيماني يتجدد مع هذه الحلقة المباركة من برنامج هذا ديننا نتحدث في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى عن قيمة سامية وهي حسن الخلق ربنا تبارك وتعالى قال للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال عن نفسه إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق مكارم الأخلاق بحر خضم أوسع من أن يمخر عبابه سباح ماهر الإنسان الذي يتصف بحسن الخلق ينبغي أن يتحلى بمجموعة كبيرة من الخصال الطيبة منها احترام الكبير ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا وخاصة إذا كان الكبير هو الوالد أو الوالدة فالحق سبحانه أكد على أهمية البر في مرحلة الكبر إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا لماذا في مرحلة الكبر؟ لأن كبار السن يحتاجون إلى رعاية خاصة كبار السن يعيشون في مرحلة حرجة من أعمارهم قد يرقدون ولا ينامون قد يأكلون ولا يخضمون قد يضحكون ولا يفرحون قد يوارون دمعتهم خلف بسمتهم يؤلمهم بعدك عنهم وانصرافك من جوارهم واشتغالك بهاتفك في حضرتهم يشعرون بانكسار داخلي لأنهم لم يعودوا محور البيوت أو بؤرة اهتمام العائلة كما كانوا من قبل فقدوا صحتهم ونظارتهم ووالديهم وكثيرا من رفقائهم فقلوبهم جريحة ونفوسهم مطوية على كثير من الأحزان الكلمة التي كانت لا تريحهم حال قوتهم الآن تجرحهم والكلمة التي كانت تجرحهم الآن تذبحهم غادر بهم القطار محطة لذة وصاروا في صالة انتظار الرحيل ينتظرون الداعي ليلبوه لديهم فراغ يحتاج إلى عقلاء رحماء يملؤونه حوائجهم أبعد من الطعام والشراب والملبس والدواء فالمعنويات عندهم أهم بكثير من الماديات هم قريبون من الله ودعاؤهم أقرب إلى القبول فاغتنم قبل نفاذ الرصيط شابت شعورهم ويبست مشاعرهم وخارت قواهم يحتاجون إلى بسمة رقيقة تملأ وجوههم وإلى كلمة جميلة تطرق آذانهم وإلى يد حانية تمتد إلى أفواههم وإلى عقول حليمة تستوعب رؤاهم فكن لهم العوض عما فقدوا وكن لهم العكاز فيما تبقى وكن لهم الربيع في خريف أعمارهم اجعلهم يعيشون أياما سعيدة وليالي مشرقة ويختمون كتاب حياتهم بصفحات ماتعة من الإحسان إليهم حتى إذا خل المكان منهم لا تصبح من النادمين هم كبار السن الآن وسيذهبون سيرحلون لا محالة وعم قليل ستصبح أنت هذا الكبير المسن المقبل فانظر ما أنت زارع وما أنت صانع واحذر قبل فوات الوقت سلام على كبار السن وسلام على كل من يراعون كبار السن حسن الخلق يتطلب احترام الكبار ينبغي أن نربي نشأنا على حسن الخلق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول ما نحل والد ولداً خيراً من أدب حسن يعني ما ورث والد لولده أو ما أعطى والد لولده شيئاً أفضل من الأدب الحسن أو من الخلق الحسن وقال صلوات الله وسلامه عليه علموا أولادكم وأهليكم الخير وأدبوهم وقال صلى الله عليه وسلم لأن يؤدب أحدكم ولده خير له من أن يتصدق بصاع من ذهب وقال صلى الله عليه وسلم أقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً ولذلك لما سئل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وقيل له يا رسول الله أي العباد أحب إلى الله لم يقل أغناهم أو أقواهم أو أعلاهم حسباً أو نسباً أو منصباً أو ما شابه ذلك وإنما قال أحب العباد إلى الله أحسنهم خلقاً إن أكرمكم عند الله أتقاكم هذا هو معيار التكريم الحقيقي من صور حسن الخلق حفظ اللسان عن مجادلة الجهلاء إذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت فإن كلمته فرجت عنه وإن خليته كمدن يموت وكما يقول الإمام الشافعي عليه سحاء والرحمة يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبة يزيد سفاهة فأزيد حلماً كعود زاده الإحراق طيبة من صور مكارم الأخلاق الأمانة والصدق وتحر الحلال في الأرزاق سمعنا في هذه الآونة الأخيرة عن مشكلة خطيرة يئن منها المجتمع وهي مشكلة التنقيب عن الآثار والمتاجرة فيها وما شابه ذلك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في صحيحه الحديث رقم 318 أو 18 في صحيح البخاري إن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة سرقة الأموال العامة التعدي على المال العام وقد أكدت دار الإفتاء المصرية أن كل أثر منقول يعد من الأموال العامة ولا يجوز لأحد حيازته أو اقتناءه أو المتاجرة فيه أو التصرف فيه بغير تصريح من الدولة وهذا يرجع إلى وزارة الآثار وهي المنوطة بالتصرف في هذا الأمر والقانون المصري في المادة رقم 24 يؤكد على أن كل من يجد أثراً منقولاً لا بد أن يبلغ السلطة الإدارية أقرب سلطة إدارية في مدة لا تزيد عن 48 ساعة وإلا أصبح حائزاً لأثر بغير تصريح وتوقع عليه عقوبة السجن والغرامة وما إلى ذلك أضف إلى ذلك أن هؤلاء قد يخرجون من الملة لأنهم يستعينون بالجن والشياطين ويلجؤون إلى السحرة والدجالين والكهنة والعرافين والمشعوزين والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من تعرف أو تعرف له أو تكهن أو تكهن له أو تطير أو تطير له أو سحر أو سحر له ويؤكد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم على خطورة اللجوء إلى السحرة فيقول من أتى عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ومن أتاه ليسأله عن شيء غير مصدق له لم تقبل له صلاة ولا عمل أربعين يوما يحبط عمله والعياذ بالله هذه الجريمة أيضا قد تدفع صاحبها إلى قتل نفس من الأنفس بغير حق والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما لزوال الكعبة أهون عند الله من دم مرئ بريء ينبغي أن نتحلى بالقناعة النفس تجزع أن تكون فقيرة والفقر خير من غنى يضغيها وغنى النفوس هو الكفاف فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها الحق سبحانه يقول ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض الإنسان قد يكون عنده من المال ما يكفيه ولكنه يطمع في المزيد بغير حق ويبحث عن المال بسبل غير مشروعة ولذلك قال رب العزة في الحديث القدسي يا ابن آدم عندك ما يكفيك وأنت تطلب ما يطغيك لا بكثير تقنع ولا من قليل تقنع هي القناعة فلزمها تكن ملكا لو لم يكن لك إلا راحة البدن وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن من مكارم الأخلاق أيها السادة المشاهدون وأيتها السيدات الفضليات أن يتحر الإنسان الحلال في رزقه حتى يبارك الله فيما رزق لأن الحلال يكون مصحوبا بالراحة أما الحرام فإنه يكون مصحوبا بالقلق والتعب والاضطراب فآكل الحرام إنسان ينام الليلة يفكر كيف يكذب على الناس كيف يحتال على الخلق كيف يروغ من القانون فالحرام يكون مصحوبا بالقلق والتعب والاضطراب أما الحلال فإنه يكون مصحوبا بالراحة والطمأنينة والرضا لأنها لقمة طيبة أتت رزقا حلالا من الله فتناولها صاحبها قائلا الحمد لله من مكارم الأخلاق الإحسان إلى الآخرين لا بد أن تكون نافعا لغيرك محسنا إلى مجتمعك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن أحب العباد إلى الله أحسنهم خلق وأخبرنا أن أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب مسلم بأن تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا أو تكشف عنه كربة هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحسان قد يقول قائل إنني أعاني من ضيق ذات اليد فكيف أحسن إلى الآخرين وهنا نود أن نسلط الأضواء الكاشفة على معنى جميل وهو أن الإحسان لا يكون بالعطاء المدي فحسب ولا يكون في أوقات الرخاء فحسب سيدنا يوسف عليه السلام وهو على خزائن الأرض يعني في أعلى درجات الرخاء قيل له إننا نراك من المحسنين كذلك وهو في السجن يعني في أشد حالات الضيق والشدة قيلت له نفس العبارة بنص القرآن إننا نراك من المحسنين ليعلمنا القرآن أن الإحسان يكون في الشدة والرخاء وأن الإحسان لا يقتصر على العطاء المدي فحسب قد يكون بالمشاركة المعنوية بالمواساة القلبية تهنئة في فره تعزية في حزن ابتسامة في الوجه مصافحة عند اللقاء اتصال هاتفي للسؤال والاطمئنان رسائل وعظ وتذكير وتهنئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي إكرام للضيف لا تسأل ضيفك أتأكل كذا أو تشرب كذا ولكن قدم إليه ضيافتك دون سؤال لأنك إن سألته فقد حرمته لا تسأل من في وجهه ندبة أو علامة عن سببها لأن الوجه موضع العزة وقد يكون هذا الشخص لا يزال يحاول إخفاءها لكن دون جدوى لا تسأل من تأخر في الإنجاب أو من تأخرت في الحمل إن كان لديها حمل في الطريق أو لا حتى لا تجرح مشاعرها لا تلح في السؤال عن السبب مع أحد الزوجين الذين تعرض لطلاق باء حتى لا يعيب أحدهما في الآخر لا تسأل من فقد ولده عن كيفية فقده حتى لا تقلب عليه الأوجاع حاول أن تضع نفسك مكان المتلقي وأن تعيش إحساس الآخرين وأن لا تسيئ إلى أحد هذا من مكارم الأخلاق من مكارم الأخلاق أيها السادة الكرام ألا نتصارع من أجل دنيا فانية ستدرك في وقت متأخر أن معظم المعارك التي خطها في حياتك الدنيا لم تكن سوى أحداث هامشية الهدك عن مهمتك الحقيقية في الحياة وهي السعي من أجل طاعة الله ونيل رضاه فحاول أن تجعل هذا الإدراك مبكرا من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك غدا ستصبح فردا ولون حالك حالك ولست والله تدري أي المسالك سالك إما لجنة عدن أو في المهالك هالك قد تسخر إذا قيل لك إن شخصين يقتتلان من أجل بعوضة فما بالنا إذا وجدنا كثيرا من الناس يتخاصمون ويتصارعون ويتشاجرون من أجل دنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة دنيا فانية عبر عنها أبو العتاهية بكلمات يقول فيها جئنا إلى الدنيا ونحن سواسية طفل الملوك هنا كطفل الحاشية ونفارق الدنيا ونحن كما ترى متشابهون على قبور حافية أعملنا تعلي وتخفض شأننا وحسابنا بالحق يوم الغاشية فاختر لنفسك ما تحب وتبتغي ما دام يومك والليالي باقية فغدا مصيرك لا تراجع بعده لجنان خلد أو لنار حامية فإياك وأن تركنا إلى الدنيا فالدنيا تتقلب فيها أحوال الناس ناس تحت التراب تزورنا في المنام وناس فوق التراب لا ترد علينا السلام من الناس من يسكن قصرا وتضيق به الحياة ومن الناس من يسكن كوخا ويشرح الله صدره قد تجد إنسانا له إخوة أشقاء ويعيش وحيدا بسبب القطيعة والخصومة وقد تجد إنسانا ولد وحيدا ولكن حوله إخوة لم تلدهم أمه أخوة في الله قد تجد أغنياء ويبخلون بل ويرتشون وقد تجد فقراء ويتعففون بل ويتصدقون لهذا سماها ربنا دنيا وليست عليا فإياك وأن تحكم فيها على مستقبلك من خلال ماضيك فالأنبياء رعوا الغنم ثم قادوا الأمم وإياك وأن تثأر فيها لأجل عرض زائل فالطيبون عندما يطعنون قد يتوعدون بالانتقام ولكن عندما تأتيهم الفرصة على طبق من ذهب تصرخ ضمائرهم العفو عند المقدرة واعلم أنك ستبقى في دائرة الضياع والهموم والأحزان إذا كانت الصلاة ليست في دائرة اهتمامك فالنجاح والفلاح في الدنيا والآخرة مقرون بالصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح فكيف يفلح من لا يصلي واعلم أنك في امتحان وفي أي لحظة سيتم سحب ورقتك وينتهي الوقت الذي خصصه الله لك فبادر بتصحيح أخطائك ووضع الصواب في سجلك قبل رحيلك وركز في ورقتك ولا تنشغل بورقة غيرك نأخذ اتصال من الأخت أم شيماء من الفيوم السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بيك يا مشاهدين تحياتي لحضرتك وتحياتي لجميع العميدين بالقناة وجميع المشاهدين شكرا جزيلا لحضرتك يا فانت أنا بشكر حضرتك كبدا جدا عن المعلومات القيمة دي وبقول لحضرتك مرعي الدين في عالم الأبراج يعني برج البلو وبرج القوت كده يعني الأبراج حاضر حاضر عليكم السلام عليكم شكرا جزيلا تفضل يا فانت الأخت الكريمة بتسأل عن الأبراج احنا عاوزين نقول أن علم النجوم أو الأبراج نوع من الكهانة والعرافة والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح ليس منا من تكهن أو تكهن له أو تعرفه أو تعرف له أو تطيره أو تطير له أو سحره أو سحره له لما سيدنا الرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا يعني العمل ده خطير ممكن يخرج صاحبه عن الملة والعياذ بالله ليس منا من تكهن أو تكهن له يعني الإنسان اللي بتشغل بالكهانة أو الإنسان اللي راح لكاهن علشان يقول له شيء أو تعرف أو تعرف له ممكن واحد يكون مثلا السرق منه شيء معين وعايز يروح يفتح المندل بطريقة غير شرعية علشان يعرف مين اللي سرقه ده شيء محرم يصل بصاحبه إلى الكفر والعياذ بالله أو تطيره أو تطير له التطير ده التشاؤم وده بيجي عن طريق الأبراج زي ما تيجي مثلا تبحث تقول أنت برج إيه والبرج ده حظه إيه والبرج ده مستقبله فيه إيه والحاجات اللي زي كده ومنها قراءة الكف وقراءة الفنجان وكذلك ضرب الحصى والرمال وما شابه ذلك من الأمور التي تنطوي على الدجل والشعوزة والكهانة وتصل بصاحبها إلى درجة الكفر والإلحاد والعياذ بالله لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أتى عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لذلك نهيب بجميع الإخوة وجميع الأخوات ألا يسقوا في هؤلاء الذين يتلاعبون بعقول الناس أو الذين يضربون الحزوز عن طريق الأبراج أو النجوم أو كذلك قارئ الكف وضرب الحصى والرمال وقارئ الفنجان وكل هذه الأمور متشابهة لأنه لا يعلم الغيب إلا الله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا الإنسان ينبغي أن يعلم أن حسن الخلق يرتقي به إلى درجة عالية عند ربه خاصة أن حسن الخلق يترك لصاحبه سيرة عطرة بعد الموت والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة من المسلمين أو أكثر بالخير أي بحسن الخلق إلا وقال رب العزة قد قبلت ما تقولون وغفرت له ما لا تعلمون و أدخلته الجنة كل إنسان يحتاج إلى هذه السيرة و ألسنة الخلق أقلام الحق المجد و الشرف الرفيع صحيفة جعلت لها الأخلاق كالعنوان دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق و ثواني فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها فالذكر للإنسان عمر ثاني الحياة قد تنقلب عليك في لحظة لذلك ينبغي أن تؤمن نفسك بحفظ فروض الله عز وجل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حدد لنا منهج الحياة احفظ الله يحفظك و علمنا أن الخصارة الحقيقية ليست في فقد صفقة تجارية أو فرصة عمل أو قطعة أرض أو غير ذلك لكن الخصارة الحقيقية أن تكون الجنة عرضها السماوات والأرض ولا يوجد لك مكان بها دنياك يا مرتدي أثواب عزتها يوما ستفنى و يبقى الرب بانيها فازهد بدنياك و اعمل للحساب غدا و ازرع سنابل خير سوف تجنيها أقول قولي هذا و أستغفر الله العظيم لي و لكم جزاكم الله خيرا لحسن متابعتكم طيب الله أوقاتكم و كلأكم بنعيمه و هدى أبالكم و إلى لقاء آخر إن شاء الله و السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته دين السعادة و المحبة و الجمال دين السماحة والإجابة والسؤال دين التبسم والحوار بلا جدال فيه الطاوة والصوت في الأمور والاعتدال ديننا ديننا دين السماحة والجمال اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة